حل المعادلات باستخدام المصفوفات لحل المعادلات باستخدام المصفوفات نتابع الآتي رقم 1 ترتيب المعادلات إذا لم تكن مرتبة أي جعل متغيرات X في عمود 1 متغيرات Y في عمود 1 Z في عمود 1 والسواد في الطرف الآخر رقم 2 وضع المعادلات في الشكل المصفوفي التالي لكي نتمكن من حل المعادلات باستخدام المصفوفات مصفوفة المعاملات في متجة المجاهيل بيساوي متجه السوابت أي A في X يساوي D رقم 3 إيجاد مقلوب مصفوفة المعاملات بالخطوات الآتية الخطوة الأولى حساب محد المصفوفة A بحيث لا يساوي صفر أي أن A لا تساوي صفر رقم 2 إيجاد مدور المصفوفة A وهي A شرطة وذلك بتبديل صفوفة عميدة والعميدة صفوف رقم 3 إيجاد مصفوفة المرافقات A M بيجاد مرافق كل عنصر من عناصر المصفوفة المدورة A شرطة مع الأخذ في الاعتبار الإشارات حيث قاعدة الإشارات هي كما ذكرناها سابقا موجب سالب سالب موجب إذا كانت مصفوفة 2 في 2 مصفوفة 3 في 3 موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب أي الإشارات تبادلية بدءا بالموجب ثم نقوم بتطبيق المعادلة لإيجاد مقلوب المصفوفة حيث مقلوب المصفوفة A يساوي واحد على قيمة المحدد في مصفوفة المرافقات رقم 4 إيجاد المجاهيل XYZ إذا كان لدينا سلاسة مجاهيل إذا كان لدينا مجهولان XY بتطبيق المعادلة متجه المجاهيل بيساوي مقلوب مصفوفة المعاملات في متجه السوابت أو X ستار تساوي A أس سالب 1 في D مثال حل المعادلات الآتية باستخدام المصفوفات لدينا معادلتين في مجهولين المعادلة الأولى X زائد Y يساوي 5 المعادلة الثانية 4X زائد 6Y يساوي 8 لحل المعادلات باستخدام المصفوفات نتابع الآتي رقم 1 بالنظر للمعادلات نجد أن المعادلات مرتبة أي لا تحتاج إلى ترتيب X تحت X Y تحت Y والسوابت في الطرف الآخر رقم 2 وضع المعادلات في الشكل المصفوفي حيث مصفوفة المعاملات هي معاملات X41 معاملات Y61 متجه المجهيل لدينا بجولان XY متجه السوابت 5 و 8 رقم 3 إيجاد مقلوب مصفوفة المعاملات بالخضوات المعروفة حساب قيمة محدد مصفوفة المعاملات هو المحدد 1 في 6 ناقص 1 في 4 1 في 6 ناقص 4 محدد مصفوفة يساوي 2 أي لا يساوي 0 إيجاد مدور المصفوفة A بتبديل الصفوفة عمدة أو العكس أي جعل لهذا الصف عمود وجعل لهذا الصف أيضا عمود يبقى إيجاد شرطة تساوي 1 1 4 6 رقم 3 إيجاد مصفوفة المرافقات لمصفوفة المعاملات بإيجاد مرافق كل عنصر من عناصر المصفوفة المدورة مع الأخص في الاعتبار لشارات كما تم توضيحها سابقا في إيجاد مقلوب المصفوفة فنحصل على A M تساوي موجب 6 سلب 1 سلب 4 موجب 1 ثم نقوم بتطبيق المعادلة مقلوب المصفوفة يساوي 1 على قيمة المحدد في مصفوفة المرافقات أي 1 على 2 في مصفوفة المرافقات اللي هي A M الخطوة الرابعة إيجاد المجهيل X و Y حيث متجه المجهيل بيساوي مقلوب مصفوفة المعاملات في متجه الثوابت نقوم بضرب لإيجاد X نقوم بضرب الصف الأول من صفوف A M أو مقلوب المصفوفة من صفوف المقلوب في متجه الثوابت موجب 6 في 5 سالب أو زائد 1 زائد سالب 1 في 8 يبقى 5 في 36 سالب في موجب بسالب 1 في 8 بسالب 8 30 سالب 8 22 على قيمة المحدد 22 قيمة X 911 لإيجاد قيمة Y نقوم بضرب الصف الثاني في متجه الثوابت سالب 4 في 5 زائد 1 في 8 سالب 4 في 5 بسالب 20 زائد 8 يساوي سالب 12 على 2 لوقيمة المحدد يساوي سالب 6 إذن حل المعادلات هو X تساوي 11 و Y تساوي سالب 6 ويمكن التأكد من هذا الحل أو من صحة الحل بالتعويض في أي معادلة من المعادلتين السابقتين بقامتين X و Y مثال حل المعادلات الآتية بإستخدام المصفات لدينا سلاسة معادلات في سلاسة مجاهيل المعادلة الأولى 8X زائد 6Y زائد 2Z يساوي 4 المعادلة الثانية 2X زائد 2Y زائد فراغ يساوي 10 المعادلة الثالثة 2X زائد فراغ زائد 4Z يساوي 8 لحل المعادلات بإستخدام المصفات نتابع الآتي أولا ننظر إلى المعادلات هل هي مرتبة أم لا نجد أن المعادلات مرتبة X في عمود واحد Y في عمود واحد Z في عمود واحد والثوابت في الطرف الآخر لا تحتاج إلى ترتيب رقم 2 وضع المعادلات في الشكل المصفوفي حيث مصفوفة المعاملات مضروة في متجه المجاهيل XYZ يساوي متجه الثوابت رقم 3 إيجاد مقلوب مصفوفة المعاملات بالخطوات المعروفة الخطوة الأولى لإيجاد المقلوب إيجاد قيمة محدد مصفوفة تعرفنا عليها سابقا بكتابة محدد مصفوفة كما هو ثم كتابة العمودين الأول والثاني على أمين المحدد ثم إيجاد قيمة المحدد لنحصل على قيمة المحدد تساوي 8 أي لا تساوي صفر رقم 2 إيجاد مدور مصفوفة أو إيجاد مدور مصفوفة المعاملات وذلك بتبديل الصفاء عمده والعمده صفوف وبالتالي نحصل على أي شرطة بتساوي رقم 3 إيجاد مصفوفة المرافقات لمصفوفة المعاملات بإيجاد مرافق كل عنصر من عناصر المصفوفة المدورة مع الآغز في الاعتبار الإشارات المصفوهة التي لدينا مصفوهة 3 في 3 لجهة مرافق أي عنصر نقوم بشض الصف الذي يقع في العنصر والعمود لنحصل على محايدة نحصل على تسع محدات محايدة داية هكذا مع لغز في اعتبار الإشارات ثم نقوم بالتصفية والفاك لهذه المحدات لنحصل على مصفوفة المرافقات بهذه الطريقة رقم 4 تطبيق المعادلة للحصول على مقلوب المصفوفة مقلوب مصفوفة المعاملات يساوي 1 على قيمة المحدد في مصفوفة المرافقات أي قيمة المحدد 8 على 8 في مصفوفة المرافقات التي حصلنا عنها في القطوة السابقة 4 إيجاد المجاهيل وهم X و Y و Z تطبيق المعادلة متجه المجاهيل بيساوي مقلوب مصفوفة المعاملات في متجه السوابط لإيجاد قيمة X نقوم بضرب الصف الأول في متجه السوابط نقوم بضرب 8 في 4 زائد سالب 24 في 10 زائد سالب 4 في 8 4 في 8 ب32 سالب في موجب بسالب سالب 24 في 10 ب240 سالب في موجب سالب سالب 4 في 8 بسالب 32 على 8 تساوي سالب 24 على 8 أي ساوي سالب 30 إذن X تساوي سالب 30 لإيجاد قيمة Y نقوم بضرب الصف الثاني في متجه السوابط نقوم بضرب سالب 8 في 4 زائد 28 في 10 زائد 4 في 8 على 8 سالب 4 في 8 بتساوي سالب 32 28 في 10 ب280 4 في 8 ب32 على 8 تساوي سالب 32 32 280 على 8 تساوي 35 أي أن Y يساوي 35 30 لإيجاد قيمة Z نقوم بضرب الصف الثالث في متجه السوابط نقوم بضرب سالب 4 في 4 زائد 12 في 10 زائد 4 في 8 على 8 سالب 4 في 4 سالب 16 12 في 10 ب120 4 في 8 ب32 كل على 8 يساوي 36 على 8 يساوي 17 أي أن Y يساوي 17 أي أن حالة المعادلات هو X تساوي سالب 30 Y يساوي 35 X Z تساوي 17 وللتأكد من صحة الحل يتم التعويض بقيم X Y Z في أي معادلة من المعادلات السلاسة السابقة مثال إذا كان نموذج توازن السوق ممثل في المعادلات الآتية معادلة العرض QS تساوي سالب C زائد DX معادلة طلب QD يساوي A نقص BX معادلة توازن QD تساوي QS احسب سال التوازن X وكمية التوازن Q مستخدما طريقة المصفات في حل المعادلات لحل المعادلات باستخدام المعادلات نتابع الآتي رقم واحد ترتيب المعادلات المعادلات لاستمرتبة نقوم بترتبة جعل QD في عمود واحد والX في عمود واحد وQS في عمود واحد والثوابت اللي هي C والA في الطرف الأيمن ثم نقوم بوضع المعادلات في الشكل المصفوفي مصفوفة المعاملات متجه المجاهيل QD وX وQS متجه الثوابت سالب CA صفر إيجاد مقلوب مصفوة المعاملات بالخطوات الآتية رقم واحد حساب محدد مصفوفة المعاملات نقوم بإيجاد قيمة المحدد بوضع محدد المصفوفة كما هو ثم نقوم بكتابة العمودين الأول والثاني على يمين المحدد ثم إيجاد قيمة المحدد بالطريقة المعروفة سابقا فنحصل على قيمة المحدد ساوي B زي D اتنين إيجاد مدور مصفوفة المعاملات بتبديل الصفوف بالعمدة والعمدة بالصفوف فنحصل على مدور المصفوفة A السالب واحد يساوي هذه المصفوفة رقم ثلاثة إيجاد مصفوفة المرافقات اللي هي A M لمصفوفة المعاملات بإيجاد مرافق كل عنصر من عناصر المصفوفة المدورة مع الأخذ في الاعتبار الإشارات وتم التعرف على هذه الخطوة سابقا في إيجاد مقلوب مصفوفة نقوم بكتابة الإشارات بدا بالموجب والإشارات تبادلية ثم نقوم بشط الصف والعمود الذي يقع فيهم العنصر الذي نريد إيجاد مرافقه لنحصل على المحايدات بالشكل التالي نقوم بتصفيتها وحسابها لنحصل على مصفوفة المرافقات اللي هي A M في هذا الشكل رقم أربعة نقوم بتطبيق المعادلة مقلوب مصفوفة المعاملات بيساوي واحد على قيمة المحدد في مصفوفة المرافقات قيمة المحدد سالب B زائد D واحد على سالب B زائد D مضروبة في مصفوفة المرافقات أربعة إيجاد المجاهيل يهم QS وX وQD كما يلي تطبيق المعادلة متجه المجاهيل بيساوي مقلوب مصفوفة المعاملات مضروبة في متجه الثوابط للحصول على قيمة QD نقوم بضرب الصف الأول في متجه الثوابط نقوم بضرب سالب B في سالب C زائد سالب D في A زائد سالب B في صفر على سالب B زائد D لنحصل على قيمة QD تساوي B في C ناقص D في A على سالب B زائد D للحصول على قيمة X نقوم بضرب الصف الثاني في متجه الثوابط نقوم بضرب 1 في سالب C سالب 1 في A زائد 1 في صفر لنحصل على قيمة X تساوي C زائد 1 على B زائد D للحصول على قيمة QS نقوم بضرب الصف الثالث في متجه الثوابط فنقوم بضرب سالب B في سالب C زائد سالب D في A زائد D في صفر لنحصل على قيمة QS تساوي B في C ناقص D في A على سالب B زائد D وهي نفس قيمة QD أي أن سعر التوازن X يساوي C زائد 1 على B زائد D وكمية التوازن QD تساوي QS تساوي B في C ناقص D في A على سالب B زائد D وسعر التوازن وكمية التوازن هما سعر وكمية التوازن الذي يتساوي عندهم العرض والطلب ويمكن التأكد من صحة الحل بالتعويض بقيم QD وX وQS في أي معادلة من المعادلات الثلاث السابقة لتأكد من صحة الحل